التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي مايكل ميلكن رئيس معهد ميلكن وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر ميلكن للشرق الأوسط وإفريقيا الذي تستضيفه أبو ظبي مناقشة مجالات الاهتمام المشترك في القطاعات ذات الأولوية حيث صلط اللقاء الضوء على النمو الاقتصادي المتواصل الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة ومساهمة الدولة في الجهود العالمية نحو بناء مستقبل اقتصادي مستدام وأكد سمو ولي عهد أبو ظبي خلال اللقاء أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي همية قصوى لدعم البحث والتطوير والابتكار ما يعزز ترسيخ المنظومة الاستثمارية المواتية للأعمال التي تستقطب المواهب وتركز على معالجة التحديات العالمية وتسهم بشكل مستمر ومستدام في دفع عجلة النمو الاقتصادي